السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة خوخة ابقى في البيت و طبخ مائي لسلامتك و سلامة عائلتك اليوم جبت لكم فيديو بنين بزاف على بالي 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 تبغوه كامل هو العصبان احنا في وراء نعطوها العصبان اما في مناطق اخرى ما لا باليش المهم كتبوا لي في التعليقات في وصفة هذا العصبان غادي جي خفيفة وبنين و غادي يعني ميغبنكم لافر طياب بتاعه و اه بقاوا معايا بقاوا معايا باش تعرفوا اثار طبخة اليوم بسم الله عنا هنية المرقاز انا اليوم فضلت نديرها بالمرقاز احسن من نديرها بالكفتاء لانه المرقاز يجي فيها تاوبة تاوبة منكة همليح و فيها شوية عشحم شوفو هاديك تعطيت كذلك طراوة للعصبان تعنا كنت فيضت الروز يعني سلقت الروز التاعي نصف طياب و زيت لها المعدنوس هادي الحشوة تع العصبان يعني البقدونس نحاول نفهمكم كامل اللهجات العربية هنية سلسة الطماطم المصبرة و درت حبة طماطم عادية كنت رابيتها يعني هرستها او رابيتها المهم هنية البصلة حبة عبصلت كنت رابيتها كذلك توم اذا كان عندك توم غبرة ديري اذا كان عندك توم حبيبة هكا سنانيف ديري انا ديري درت شوية ملعقة صغيرة تاع بصل بودرة اختياري اما بالتوابل نديروه بفلفلة حمراء كركم و سكن جبير و قلتلكم الملح من سيتاش المهم هدو هم التوابل اللي ديري هم للعصبان تلميهم ملح بيديك و كشول تعجنيهم الدخلي لمكونات ملح غاية في يديك هنية الى كان عندك طماطم تتاعك ما طالقاش الماء يعني طماطسة الحبة ما طالقتش الماء اضيفي شوية تعمها كربع كاستعمل هاد الكفتة تاعك و زيدي مرسيها غاية بيديك باش تبقى طرية مديري لا خبز يا بس مطحون لا بيد اوكي هذا العصبان تاعي بعد ما خصلته بخل التفاح اللي صناعته و غد نديلكم الفيديو التاعه لانه يراني نشوق فيكم على بالي خصلته بيه و يعني درت شوية ماء و ملعقة صغيرة خل التفاح و خليته والله يرجع لقيتها بيض كالحليب و الريحة تعال هاد الك العصبان مكنش يعني يقلع لك اي ريحة زنخة في الجاج ولا في العصبان ولا اي المهم ما شاء الله عليه و ما في الطياب يسرع لك الطياب هاد الخل التفاح يسرع لك الطياب تعال الماكلة اللي هي بيطة بها ملحم ملجاج هاد العصبان دو كتشوفو النتيجة الآن عمرتها في البوشادوي وهذا اختياري بغيت تعامري في البوشادوي عمرها و اذا بغيت تعامري كيما كا بيديك انا اعطيتك خيارين تعامري بيديك كيما اقدر و تخلي شوية تعال يعني ليس باسك شغل تخلي شوية براس ما تعمرش تد حتى تزيريه عمتيني باش ياخد راحتها في الطياب و ما يضطر داقلكش انا غادي نعمرها كامل بهذا الشكل يبي باسباعي و ندخل لانه الفتحة كبيرة و انتي الدخلي بقي تستفي بيديك كيما هكا نكمل كامل هاد اللي بقالي تعال العصبان و نحزمه بالخيط هادت على البوشي اللي ينتبع عند البوشي هذا يدخل للفر ما ينحركش و نديره في البلا ما كاش اسهل من هادا الطريقة ولا يعني اطيب ما تديري لفل ما ما تغليه ما ولو نروح نوجد الباطاطات ساعي مع شوقة الجماهير الجزائرية اللي ما يستغنوش عنها ابدا نقطحها الى دوائر كيما هكا بهذا الشكل و انا من صغرين نبين نقطع الباطاطا كيما هكا يعني من اللي يبديت نقطع الباطاطا ما نبويش نقطحها بيدية نبغين نحطها على طاولة العمل و نقطحها بعدها نستفها في المول في البلاتيعي بشرط يكون تحت العصبان هكذا و نروح نوجد صلصة خفيفة يعني مشي بزيف هكا نصف كاس تعمة و ملعقة تاع صلصة طماطم مصبرة ملح شوية حرور كركم ندرت شوية شوية تعتوم شوية تعمة عدنوسبرك و شوية تعزيت هكا بش الباطاطا ما تنحركش معينا يعني المي قدر تعلمها نصف كاس تعمة و نكوبه من الفوق و ما تنسيش تحت مي كوردون و تقبي هادك العصبان تاعك بش كي ينتفخ و ما يتنفس و ما يطردك لكش مكيش اسهل من هذي الطريقة و هذي تعلمتها من عدة و ميمتي يخلي هالي ان شاء الله و شافيها نديرها البابي كويسو و بعدها نديرها البابي أليمينيوم يعني ورقة طهين بعد نديرها البابي أليمينيوم و ندخلها للفرن الطيب على خاطرها هنا بعدما طابت لي العصبان و ندخلها بشي يزيد يتحمر من الفوق و هنا ندخل عصائي البابي كويسو بشي يزيد يتحمر معايا يعني يخد لك شوية وقت تنقصي للفرن و خلي طيب على مهله هنا بعدما طابت معايا و ندخلها و ندخلها إلى دوائر و تشوفوا الهشاشة وطارة وليجا ما تأمنوا شاقلكم حتى هذي الجلدة الفوقانية على العصبان جت رهيفة و خفيفة بزاف لانه خدمته يعني شللتها بالخل تحت تفاح أعطالها واحدة طاراوة ما تأمن شاقلك و كذلك الطماطيس هذي تاع الحبة اللي ربيتها كذلك تخلي لك الكفتة تاعك تريها من داخل يعني ما شاء الله عليه جا بنين وجا زاكي وجا يعني كله وقال عائلة ما شاء الله و شبعوا و أعجبهم بزاف شوفوا حتى تقطع تاعها والله له شيش نساعة فيه بشوية و نقطع فيه شوف الله يبارك بالبنة تاعها وحدها يعني بنين بزاف بزاف كان عندي مش شركة عزيزة على قلبي خطرة اللي فاتت قلت لي على العصبان رجلها جابها لها واجد جابها لها واجد و لكن ما عرفتش كيفاش طيبة قلت لي بعتت لي قلت لي كيفاش نطيب العصبان رجبه لي من عند البوشي واجد أسكن نغليه في الماء و بعد كنا نطيبه ولكن قلت هلا حبسي ما تغليه في الماء لوالو كيما راه كطع البطاطا في البلاء وحطيه وتق به وغطي عليه وطيبه فهي دارت الخطوات اللي قلت لها عليهم وعجبها بزاف وبعتت لي و قلت لي شكرا شكرا بزاف بزاف سلكتيني من موقف محرج يعني وخرج لي دا كل عصبان بنين بزاف بزاف عجب الدار قلت لها الحمد لله يا ربي اللي راكم تجربوا وصفة توعي ونصائح توعي تبعوهم وراهم يخرجوا لكم الوصفة بنين الحمد لله يا ربي احنا هذه هي الرسالة تانا اللي بغي نوصلوها انه اي حاجة نعرفها قد نمدها لكم نمدها لكم راكم عزيزة على قلبي والاهم من هذا الشي انه الواحد يفيد الناس شوفوا هنا حتى هذي كل الورقة تاع الجلدة تاع العصبان كيفاش جتهشيشها يعني الله يبارك راهي غوي راهي شحي بيت نعطيكم هذي النصائحة الخفافة وفعل قلوبكم ان شاء الله يا ربي نكونوا وصلنا لكم ولو معلومة بسيطة وربي يحفظكم ان شاء الله نحطوه في صحن التقديم البطاطان بعد نزيد نحط العصبان تاعي وشاهدكم في الجنة ان شاء الله وربي يحفظكم ونقولكم صحة بطوركم وصحة سيامكم وطالوا في رواحكم ما تنساوش ابقوا في دياركم وما تخرجوش إلا للضرورة باش ان شاء الله ربي يفرج علينا ويرفع علينا هذا البلاء اللهم امين وما تنساوش وصلوا يديكم مليح الحمد لله يا ربي اللي رأيكم بخير وتما تشاهدوا هذا الفيديو وما تنساوش دعم الفيديو بلايك والاشتراك اللي ما زال مشارك في القناة تاعي باش تكبر العيلة تاعنا ونفيدوا اكتر الناس ونستفيد ربي يحفظكم ان شاء الله و هاولا التبصي تاعي راح واجد وتحية للمشاركات العزيزات اللي رهم يجربوا الوصفات التوعي وتحية كبيرة لاصحاباتي واصدقاء التوعي كامل اللي رهم يشكروا فيها ويدعموني يعني بالمشاهدة وبالتعليقات تاحهم اللي تفرح لي قلبي وتشجعني اكتر واكتر باش نقدم المزيد يا سلام راهي شاهي حتى نوراني يصور شديد باش نعاود ناكله تبايا هذي الخطوة تختي وغادي ينجح لك العصبان تحمر الوجهة قدام العائلة وربي يحفظكم وإلى فيديو آخر إن شاء الله يلا بسلام وطنو فروحكم شكرا